حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل غرس طيب للورى جال بالخلق الفضيل نحو هامات نرى فيه برهان الذليل من إلى الحق برى ليهام مستحيل دون أحلام الكرى يرسم المعنى العصيل طيف وأنسى من سرى يغمر القلب العليل فوق قافياء الثرى يرتجي ظل الظليل ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل سنتحدث اليوم عن صناعة الثقة وتقدير الذات حينما رجع خالد بن الوليد بالجيش من مؤتى تلقاهم في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولقيهم الصبيان وكانوا يعني الصبيان مشتدين كما تقول الرواية ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم على دابة يركبها فقال خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر فأتي بعبد الله ابن جعفر حملوا النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه قال وَجَعَلْ قال الراوي يعني وَجَعْلَ الْنَاسِ يَحُثُونَ على الجيش التراب يعني يرموا عليهم تراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله هذا الموقف أو هذا المشهد يجعلنا بكل بساطة نقول لم يقبل عليه الصلاة والسلام سماع عبارة سالبة الفرار هذه عبارة سيئة لقائد جيش وجيش معه طبعا هذه العبارة توحي للجيش المنسح بالوهن بالضعف بالهزيمة ووفقا للعروف فقد انسحبوا ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد أن يثبت في نفوس هؤلاء الجند وقائدهم خالد بن الوليد مفهوم الخوف والانسحاب إطلاقا لا يبقى خوف ولا انسحاب ولا وهن ولا ضعف يدخل في النفوس ويرسخ بها كان جل اهتمامه تثبيت مفهوم التحدي والرغبة في إعادة المحاولة والنصر إنهم الكرار يعني إذن هم سيعود مرة أخرى سيعود كرة أخرى ليواجهوا وينتصروا بإذن الله وهذا ما قالوا لهم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله نعم كان يريد لهم أن يقوموا من كبوتهم أن ينفضوا التراب ليعودوا ثانية إلى ساحة العمل والجهاد لتحقيق النصر كانوا قد ربوا صغارا على روح التحدي وليس على روح الخوف والتقاعس فأراد أن يبقيهم كبارا كما كانوا عليه وهم صغار هذه الشخصيات التي ربيت على التحدي صار عدد الذين يؤمنوا بدينهم في العالم أكثر من مليار وسبعمائة مليون نسمة كانوا في جزيرة العرب شخصا واحدا اسمه محمد بن عبد الله لم تكن تسمع ولم يكن يسمع أحد من سكان المعمورة حتى اسمه الآن صاروا رقما صعبا في هذا التاريخ الذين عيشوا صاروا خير أمة أخرجت للناس وصاروا علماء ومخترعين وحكماء وفلاسفة وطباء أيام مضت ولكنهم تقهقروا حينما سلبوا أنفسهم روح التحدي وانتشرت في نفوسهم روح الخوف والتهديد والسلب والاكتساب كما تعلمون أمران متاحان فلن يسلبني أحد شجاعتي إلا إن سمحت له بذلك ولن يخيفني أحد إلا إن كنت أنا قد هيأت نفسي لهذا الخوف والأمة التي كانت هملا لا قيمة لها في العالم ولا حتى بين جيرانها ثم صارت أمة محترمة ومهابة في الدنيا كلها قادرة أن تعود مهابة وقادرة أن تعود محترمة مرة أخرى كيف نصنع هذه الشخصية التي تقبل التحدي وتثق بنفسها دعونا نترك أطفالنا يعتمدوا على أنفسهم دعونا نجعلهم يقفون يمشون بأنفسهم اتركوهم ينفضوا التراب عن ملابسهم إذا طاحوا أو سقطوا على الأرض بأنفسهم تركوهم يأكلوا بأنفسهم حطولهم سفرة كده ولا مشمع ولا أي حاجة على الأرض وحطولهم صعن وعطوهم منعقة خلي يبهدل نفسه لبسوا هذا الطفل الصغير أبو السنة ونصف السنتين ملابس سهل إنها تغسل أو تنظف لكنه خلي يأكل بنفسه دعوهم يحملوا كتبهم بأنفسهم لا ترسلوا معهم خدام للمدرسة تشيلهم الشنطة خليهم يأدوا واجباتهم بأنفسهم لا تجيبوا لهم ولا أنتم تقوموا بأداء هذه الواجبات عنهم دعوهم يذاكروا بأنفسهم رقبوهم من بعيد دعموهم بالكلمة الطيبة حدثوهم بما تتمنوا أن يكونوا عليه وليس بما هم عليه تماما مثل ما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام حين قال لخالد وجنوده إنهم الكرار بإذن الله نعم أرادهم أن يكونوا الكرار لم يحطم معنوياتهم ولم يقل لهم أنتم خائبون أنتم فعشليين لأنكم ما حققت نصر إطلاقا كما أنه لم يحطهم بالرعاية الكاذبة ويربط على أكتافهم بل تركهم يراجعون أنفسهم وهم من بعيد وهو من بعيد يشجعهم ويبث في نفوسهم الأمل والعزيمة اللي فعلوا عليه الصلاة والسلام أنه خاطبهم بما يتمنى أن يكونوا عليه وليس بما هم عليه لما يعود الإبن أو الإبن من المدرسة وقد حصل على درجات أقل مما تتمنوا ركزوا على ما أنجز حتى إن شاء الله ما يدى يكون أبدع بها ركزوا عليها ادعموه عززوه امدحوه لكن لا تركزوا على الجوانب اللي أخطأ بها أو قصر بها تحكي لي طالبة شابة تخرجت من الجامعة وكانت تعاني من إحباط شديد واكتئاب حاد لما جاءتني وبعد ما سمعت منها القصة اتلخصت بأنه الدور الحقيقي في هذا الإحباط والاكتئاب يرجع للأم تقول أنا طول عمري من سنة أولى ابتدائي إلى أن أنهيت الجامعة وأنا لا يقل معدلي عن 93-94 وفي المراحل التعليم العام يعني إلى تقريبا السنة الثانية الثانية وكان يصل إلى 99 من 100 تأخذ شهادات تتوريها لأمها وتكون 99.3 ولا 99.8 الله لماذا جبتي 100 من 100 99.8 من 10 يعني باقي 200 من 10 وتقول هذه الشابة أن أمها كما كانت تقول لها كانت في طول مراحل دراستها الأم يعني في المتوسط فماذا فعلت كانت الأم من خلال الضغط على أبنائها تريدهم أن يحققوا ما لم تنجحها في الوصول إليه لكن دعونا نتذكر أن هذا الأمر لن يفيد الأبناء إطلاقاً هذا السلوك هذا الأمر يدفع الأبناء والبنات لمزيد من التحصيل لا التعزيز هو ليدفعهم إلى مزيد من التحصيل وإن حصل فقد يجعلهم يكسبون الدرجات ولكنهم يخسرون ثقتهم بأنفسهم لهو أسلوب التحطيم فأيهما أنفع لهؤلاء الأبناء درجات مرتفعة مع ضعف تقدير للنفس وضعف ثقة أم تقدير عالي للذات وثقة مرتفعة أيضاً حتى لو كانت الدرجات أقل مما يتمناه الوالدين حقيقة الأمر أن الثقة والتقدير المرتفعين وساعدان في جعل شخصية الإنسان أقرب للسواء في حين أن النقد الدائم وبخاصة إن كان قاسياً يدمر الثقة ويدمر تقدير الذات ويدفع الفرد نحو ضعف السواء أو ربما أحياناً عدمه وبهذا نهيأ شخصية أبنائنا إذا ضعف السواء لديهم للإضطرابات النفسية والوقوع في المشكلات التي تلازمهم ربما حتى نهاية حياتهم وربما أيضاً أقول من خلال ما أراه من حالات تراجعني في العيادة أن هذه الثقة الضعيفة وهذا السواء والإضطراب ربما أعاقهم في علاقاتهم مع الآخرين في العمل أو الحياة أو حتى مع شريك الحياة بعد الزواج ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتسم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل غرس طيب للورى جالك بالخلق الفضيل نحو هامات الثرافين برهان الدليل من إلى الحق برى لا يهام واستحيل دون أحلام الكرى يرسم المعنى العصين ضيف وأنسى من سرى يغمر القلب العليل فوقها فيها إذن رى يرتجي ظل الظليل ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل